بسم الله الرحمن الرحيم اسمحولي يا رحب حضراتكم في المؤتمر الصحفي الإسبوعي اللي بيعقد بعد اجتماع مجلس الوزراء وطبعا هذا الإسبوع الحقيقة كان في حافل بالعديد من الفعاليات والأحداث الكثيرة جدا سواء على المستوى الدولي أو على المستوى المحلي ولكن اسمحولي يمكن حتكلم ما يخصنا تحديدا لأن طبعا ده كان شغل الشاغل أعتقد للرأي العام والمواطن المصري أنه عايز يتعرف على ما يحدث على هامش زيارة المديرة التنفيذية للسندوق النقد الدولي والحقيقة يعني خلينا أأكد على مهمة جدا يعني مرة أخرى بأأكد هذا البرنامج هو برنامج الدولة المصرية وضعته وتم التوافق عليه مع صندوق النقد الدولي منذ يعني سنتين لما بدأنا البرنامج الجديد كان في ظل أوضاع غير الأوضاع اللي احنا بقينا موجودين فيها النهاردة ويمكن عشان كده كان توجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي للحكومة أن يتم مراجعة مستهدفات وتوقيتات البرنامج في ضوء المستجدات اللي حصلت وهو ده بالضبط كان التركيز الشديد جدا على في أثناء زيارة السيدة مديرة السندوق في لقاءها طبعا لما تشرفنا بمقابلة فخامة الرئيس وأيضا في الاجتماع اللي تم هنا في العاصمة الإدارية والأعقاب المؤتمر الصحفي اللي هي كلمت فيه وخدينا أكد مرة أخرى أن كان النقاش الرئيسي هو أن احنا كدولة في ضوء هذه الظروف والخطوات اللي تمت أن احنا الفترة القادمة مش عايزين ناخد أو مش هناخد أي قرارات من شأنها أنها تضيف أعباء مالية إضافية على المواطنين وكان هناك تفاهم كامل من الصندوق لهذا الأمر وطبعا حضراتكم متابعين لجنة المراجعة بالفعل بدأت عملها منذ أمس مع المسؤولين المعنين من الحكومة سواء وزارة المالية أو البنك المركزي أيضا مع بقية الوزارات وحيستمر عمل اللجنة لمدة أسبوعين لكن الشيء المهم جدا اللي أنا حابب أن أوضح هذه الرسائل السيدة مديرة السندوق هنقت الدولة المصرية وهنقت الحكومة بالخطوات النجحة اللي قمنا بيها واللي أهمها أن فعلا هناك مرونة حقيقية في سعر الصرف وأن هناك النهاردة قدرة على الحمد لله استقرار هذا السوق وكأكدت كلام ده كله من خلال الواقع العملي أن لا توجد أي طلبات متأخرة أو يعني موجودة في البنوك وإحنا إن مش قادرين إن إحنا ندبر لها العملة الأمور هناك معايير كاملة عشان تطمئن أي خبير بأن هناك سعر صرف مارين الحمد لله كلها متحققة وبالتالي لا يوجد أي شيء يدعو إلى إن إحنا نقول إن هناك الدولة النهاردة بتقيد ولا ما بتقيدش بالعكس تماما هي بنفسها قالت هذا الكلام وأعتقد إن حضركم استمعتوا إليها لما كلمت في هذا الشهر الشيء الآخر المهم هو النمو الاقتصادي وده كان تركزنا مع السندوق كيف نضمن إن إحنا نحقق نمو اقتصادي أكبر أسرع وبنسب أعلى وفي نفس الوقت ما يحصلش تأثير على موضوع التضخم لأن أحيانا بيبقى اللي اتنين يعني ضد بعض الخبراء الاقتصاديين عارفين هذا الموضوع وبالتالي إحنا كان كل تركزنا إن إحنا نتوافق في خلال فترة المراجعة إن شاء الله على إزاي نضمن إن الاقتصاد المصري يعود لمصار النمو المتسارع إحنا السنة اللي فاتت زي ما حضركم عارفين النمو كان اتنين واربعة من عشرة في المائة فقط ده في إطار سياسات التجديد والترشيد الكبيرة للدولة عملتها وتخفيض الاستثمار العامة بالتأكيد دولة زي مصر محتاجة إنها تنمو وإحنا خطتنا هذا العام إن إحنا نتجاوز الأربعة في المية على الأقل الأرقام التقديرات بتقول أربعة واثنين من عشرة السيدة مديرة الصندوق أكدت هذا الرقم إن إحنا شايفين إن مؤشراتكم حتتحركوا نحو هذا الأمر وبالتالي إحنا بنتكلم إن إحنا محتاجين كمان نزود نسب النمو عشان تواجه احتياجات الدولة في بالذات مع موضوع الزيادة السكانية لكن الشيء الآخر المهم اللي أكدت عليه إن التقديرات بتاعت الصندوق والمراجعات المبدئية بتؤكد إن تضخم في سبيل الانخفاض وإن تقديراتهم المبدئية إن على نهاية العام المالي الحالي اللي هو تلاتين ستة خمسة عشرين حيبقى التضخم في حدود الستاشر في المية سبعتاشر في المية من الوضع اللي إحنا موجودين فيه ومن الوضع اللي كنا فيه اللي إحنا أذكر حضراتكم كنا بنقترب من أربعين في المية فبالتالي إحنا بنتكلم على هذا الرقم اللي هو بيتماشى بالزبط مع أرقام الحكومة واللي إحنا قلنا إن إحنا بنستهدف إن شاء الله مع نهاية خمسة وعشرين وبداية ستة وعشرين نبقى في حدود العشر في المية وبالتالي يعني إحنا أرقامنا بتبقى واضحة وبنؤكد عليها فبالتالي أيضا هم أكدوا على هذا الموضوع إن إحنا شايفين تقديراتنا للاقتصاد المصري ماشية في المصاري السليم بالكامل الحقيقة كان لديها أيضا على هامش الزيارة ويمكن بعد المؤتمر الصحفي إنها كانت فرصة إنها تقعد مع مجتمع رجال الأعمال وأيضا مجموعة من شركات ريادة الأعمال وبعد كده أيضا مجموعة من المواطنين والمواطنات اللي استفادوا من مشروحها كريمة والحقيقة لما قابلتها ليلا قبل مغادرتها كان يعني الحقيقة أسند بصورة كبيرة جدا 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 على مشروحها كريمة وقالت إن الدولة المصرية اللي بتعملوا في هذا المشروع شيء رائد ومهم ويحتزى بيه من بقية الدول ولديكم الحقيقة تجربة ثرية جدا في إزاي إنكم بتوصلوا لفئات يعني كانت بتعاني من العديد من المشاكل وبتقدروا إنكم تحسنوا من مستوى المعيشة الخاص بيها ويعني شجعت إن هذا المشروع لابد إن الدولة تستمر في تنفيذه في خلال الفترة القادمة نفس الكلام نقلت لي إن لقاءها مع مجتمع الأعمال ومجتمع حتى الشباب اللي هم بيعملوا من مشروعات الشركات الناشئة أو ريادة الأعمال أكدوا لها على المناخ الإيجابي في ظل الإصلاحات الكبيرة اللي الحكومة المصرية نجحت إنها تعملها واللي عازمة إنها تعملها في خلال الفترة القادمة وطبعا بالتأكيد قالوا لها ما زال هناك بعض التحديات والمشاكل اللي نطم انتهى إن إحنا بالفعل عارفين هذا الموضوع وشغلين عليه بقوة في خلال الفترة القادمة وده انعكس من خلال مجموعة من الإصلاحات الضريبية اللي احنا أعلننا عنها وزي ما حضركم عارفين خلصنا قوانينها وبالفعل يعني بترسل للبرلمان وأيضا مجموعة أخرى من الإصلاحات اللي احنا وعدت حضركم إن احنا هنعلن عنها في القريب العاجل تخص الجمارك وبعض الضرائب العقارية وأيضا بعض الإجراءات اللي من شأنها إنها تيسر على القطاع الخاص والشباب أيضا وريادة الأعمال في خلال الفترة الجاية وده اللي أنا بحابب إن أنا أكد عليه إن الحقيقة الصندوق تفهموا تماما الوضع اللي موجود وإن شاء الله اللجنة في ختار المراجعة حيكون النهاردة بنناقش عدد من المستهدفات اللي كل همنا إن احنا ما نحملش أي أعباء إضافية في الفترة القادمة على المواطنين الموضوع الآخر فيما يخص الحقيقة أداء الاقتصاد ويمكن الشيء الآخر اللي حابب إن أنا برضو أذكر حضركم به اللي هو برضو اتمأمت مديرة الصندوق على انخفاض مستوى الدين سواء الدين الخارجي أو الدين الإجمالي وإن إحنا الحمد لله حققنا أرقام كبيرة جدا في خلال الفترة الماضية يعني إحنا كان السنة الماضية حضركم تتذكروا إجمال الدين كان يمثل حوالي أكتر من 96% من الناتج المحلي الإجمالي نجحنا السنة اللي انتهت في يونيو 24 إنه ينزل ما دون التسعين يعني ينزل لتسعة وتمانين وستة من عشر وبنستهدف السنة دي ينزل ما دون الخمسة وتمانين فهي أثنت على هذا المصار وأكدت إن الدولة ماشية في هذا الموضوع وطلبت إن إحنا لو نقدر عندنا مساحة إن إحنا نسرع الخطة في زيادة المستهدفات بتاعتنا ده كله حيبقى لصالح الاقتصاد المصري تزاما مع هذا الموضوع وأكيد حضركم تابعتوا رفع مستوى التصنيف الاقتماني المصري من وكالة فتش وإنها زودت مصر إلى رفعة مصر من بي مائمس لبي مستقبلية مستقرة والحقيقة المهم طبعا ده شيء مهم جدا وإيجابي جدا لكن الأهم إن نقرأ التقرير اللي هم قالوه واللي أكدوا فيه إن مصر ماشية في مصار سليم هناك نفس الكلام اللي قالوه الزملاء في الصندوق استطاعت مصر إنها ونجحت مصر فيها إنها يكون لديها سوق سعر صرف مارين هناك انخفاض للتضخم في انخفاض للدين في زيادة للموارد للدولة وبالتالي كل اللي كانت بتتكلم عليه المؤسسة إنها برضو بتحفظ مصر على الاستمرار في مصار الاستحل الاقتصادي وإنها بتقول إن تحدي اللي بيواجه مصر هو تحدي المنطقة الجغرافية اللي احنا موجودين فيها وإن هو المشاكل الخارجية هي اللي بتمثل النهاردة التحدي للاقتصاد المصري إزاي حيقدر يعني لو استمرت الأحداث الموجودة أو تفاقمت حنبقى النهاردة إزاي الاقتصاد المصري يقدر يستوعبها ولكن أثنت على قدرة الحكومة وقدرة الاقتصاد إنه كان سمود وقدر إنه هو لغاية هذه اللحظة قادر على التعافي وإنه هو يشتغل في المصار السليم كل ده بقوله لإنه برضو نفس الكلام كل العالم شايف الدولة المصرية ماشية في مصار إصلاحي سليم كله بيسني على النتائج اللي هي موجودة وبيؤكد إن استمرار الدول على هذا المصار حيخرج مصر والاقتصاد المصري بأسرع وثيرة ممكنة من هذه الأزمة وإن كل النهاردة بقى التحدي اللي هو ممكن يسرع أو يبطئ من هذه الإنجازات إنه إحنا نشعر بها هو الظروف الخارجية اللي النهاردة بنتعامل معاها والتحديات اللي الإقليم بيعيشها في خلال هذه الفترة المهمة لكن الأهم وإذا كان حضراتكم تابعته كان السيد وزير المالية كان موجود في البرلمان أمس النتائج الربع الأول لهذا العام الجديد العام المالي الجديد كلها نتائج مبشرة جدا يعني أنا عايز أقول إن الضرائب الإرادات الضربية زادت بنسبة 45% بالمقارنة بنفس الفترة من العام الماضي وده من غير ما إحنا ما فرضناش أي حاجة زيادة ولا عملنا أي حاجة ولكن هو زيادة الزيادة الأفقية لعملية إن إحنا ابتدى تدخل يعني مؤسسات وأنشطة مختلفة ما كانتش قبل كده الدولة شايفاها ولكن من خلال الرقمنا ومن خلال التحول الرقمي قدرنا إن إحنا ندخل وندمج هذه المؤسسات في المنظومة الرسمية للدولة وبالتالي ده اللي زود من إرادات الدولة ولكن أيضا معاها إن في نمو ابتدى يحصل في الاقتصاد ويمكن الجزء اللي أنا عايز أأكد عليه إن الحاجتين المهمين اللي مؤثرين بالسلب على أداء الاقتصاد هم موضوع قناة سويس وموضوع طبعا أيضا قطاع البترول اللي إحنا الحمد لله بتدينا ناخد الخطوات الإصلاحية زي ما علي وزير البترول وقالها لحضراتكم إن النهاردة هنبدأ نرجع تاني لإن يبقى عوائد القطاع بالإيجاب وإن إن شاء الله اعتبارا من منتصف العام القادم هنبدأ هيئة البترول إن شاء الله تستعيد الإجراء الظروف اللي كانت موجودة بصورة إيجابية جدا في خلال الفترة الجاية من خلال زيادة الإنتاجية مع شركاءنا الأجانب فكل دي النهاردة الحمد لله أرقام بتطمئن كلنا على الوضع اللي بقى موجود الحقيقة العجز الكل للموازنة في خلال الربع الأولاني كان 2.1 من 10 مقارنة في الربع اللي زيه بالزبط السنة اللي فاتت كان 3.2 من 10 زي ما قلت لحضراتكم الناتج الدين للناتج الحمد لله إحنا نزلنا بيه بصورة كبيرة ومستهدفين إن شاء الله زي ما قلت لحضراتكم السنة دي إن شاء الله ننتهي بـ 85% أو أقل بإذن الله كل دي نقاط أنا كنت حابب إن أنا أحيط حضراتكم بيها علشان نبقى عارفين إن العالم الحمد لله شايف إن مصر ماشي في المصاري السليم وبإذن الله إن شاء الله زي ما وعدنا حضراتكم حنتجاوز كل تبعات هذه الأزمة إحنا قلنا إن 24-25 هي سنة التعافي وإحنا ماشيين في هذا المصاري الإصلاحي ومستمرين فيه بقوة خلال الفترة القادمة الحقيقة كان هناك عشان تأكيدا لإن إحنا بصين على موضوع الدين وخاصة من الدين الخارجي كان هناك قرار بإعادة تشكيل لجنة الدين برئاسة رئيس الوزراء بنفسه عشان نبقى قادرين نحوكم موضوع الدين الخارجي ويتخذ المصاري النزولي إحنا نزلنا بصورة كبيرة جدا وحضراتكم عارفين هذا الكلام ولكن حنستمر فيه المصاري النزولي للدين الخارجي في خلال الفترة القادمة نأتي للحدث العلامي الكبير اللي حاليا يعني بتستضيفه مدينة القاهرة وهو المنتدى الحضري العالمي وهذا المنتدى عشان حضراتكم تبقوا عارفين ده ثاني تاني أهم مؤتمر بتعقيده الأمم المتحدة بعد مؤتمر قمة المناخ أو الكوب ده من حيث الأهمية ومن حيث أعداد اللي بيبقوا مشاركين والحقيقة إذا كنت استمعتوا إلى السيدة المديرة التنفيذية للمنظمة الهبيتات هذا المنتدى هو الأكبر في تاريخ المنتديات من ساعة ما بدأت هذه الفعالية من حيث مستوى من عدد الحضور ومستوى الحضور احنا بنتكلم على سبعة وتلاتين ألف مشارك منهم أكتر من عشرين ألف أجانب بالإضافة إلى اتنين وسبعين وزير وستة وتسعين محافظ أو عمدة أو مير لمدن وإحنا عندنا تواجد لأكتر من مئة وتمانين دولة فبالتالي ده كله الحقيقة زخم كبير جدا 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 الشيء المهم جدا أن ده كان فرصة لمشاركة وعرض التجربة المصرية الرائدة والحمد لله النجحة في مجال التنمية العمرانية في المجالات المهمة جدا الأمم المتحدة أو منظمة الهبيتات معنية بيها وهي موضوع الإسكان الاجتماعي والإسكان المحدود الدخل تطوير المناطق الغير أمنة والمناطق العشوائية مشروعات النقل الحضري والمستدام مشروعات تطوير البنية الأساسية إنشاء المدن الجديدة والمستقرات الجديدة تطوير الريف اللي بيتم على فكرة ده كله البزنس بتاع هذه المنظمة فالحقيقة التجربة المصرية بكل المقاييس هي تجربة ثارية جدا جدا لأن الحمد لله حققنا نجاحات كبيرة جدا في كل هذه المجالات وده اللي أكدته السيدة مديرة التنفيذية وانبارح الحقيقة ليلا كنت كان فيه يعني شرفت بحضور لقاء مهم مع وزراء الإسكان الأفارقة والحقيقة يعني ما سمعناه من وزراء الإسكان الأفارقة يجعل أي مصر يفتخر بالحدث في مصر في خلال هذه الفترة الماضية يعني أهم الرسائل اللي موجودة من الدول الأفريقية أن احنا نتمنى أن نتعرف على كيف نجحت مصر في تحقيق هذه المعجزة في مجال التنمية الحضرية على مدار السنوات الماضية ونريد أن نتعلم منكم ونريد أن تنقلوا لنا خبراتكم في هذا المجال وأن احنا حرصين ومنفتحين أن تأتي الشركات المصرية اللي سهمت في هذه النهضة العمرانية في مصر وأن أيضا تساعدنا في دولنا في تنفيذ نفس هذه المشروعات أنا أبدي لحضراتكم ملامح لأن تقال كلام أكتر من كده ولكن هو ده التوجه وشايفين العالم شايفنا إزاي النهاردة في ضوء هذا المنتدى الحضري العالمي الحقيقة يمكن عشان قبل ما أترك لحضراتكم الفرصة لإلقاء الأسئلة ورد على حضراتكم الحقيقة مرضو في نفس الفترة دي وإحنا بنتحرك بصورة إيجابية بهذا الكلام الحقيقة إحنا ووجهنا بحجم من الأخبار الكاذبة والإشاعات بصورة غريبة جدا وبصورة مكسفة بدءا من اللغط ويمكن أن إحنا كان معالي وزير السياحة والأسارة عرضوا بموضوع طلاء أسود قصر النيل موضوع إتقال إن بنقطع الأشجار التراثية في حديقة الأرمان إتقال إحنا حنخلي دير سانت كاترين إتقال حنبيع بحيرة البردويل لبعض المستثمرين الأجانب وكلها الحقيقة يعني أخبار مغلوطة ويراد بيها يعني يعني كذب بصورة كبيرة جدا كان برضو معاها ويمكن حضراتكم تابعته في نفس الوقت في نفس تزامن تاني يوم ما سيدة مديرة السندوق جزارة مصر وقالت التصريحات الإيجابية طلع خبر بطريقة معينة إن تم زيادة أسعار الغاز الطبيعي للمنازل والخبر طالع عشان يطربت الزيارة بإن الدولة بتنفذ زيادات بينما هذه الزيادة معمولة من وقت ما عملنا الزيادات من شهر ونص أو أكتر فبالتالي لازم نبقى واخدين بالنا الطريقة اللي بيتم بيها محاولة يعني يعني النيل من الدولة المصرية ومحاولة يعني تشكيك في كل اللي بيحصل ومحاولة إزاي إنه يعني يبقى فيه نوع من يعني مش عايزة أقول تحفيز المواطنين ضد الدولة الهدف كله كيف نخلق حالة من الإحباط والمناخ السلبي وعدم الاستقرار في الدولة المصرية فأنا عشان كده بقول لحضراتكم لازم إحنا كمصريين نبقى واخدين بالنا من إزاي طريقة الأخبار دي بتطلع وشكلها إزاي وإن إحنا لازم نستقي يعني الأخبار من الدولة إحنا بنرد على طول ولكن الحجم الهائل إحنا تقريبا ما فيش يوم بيعدي غير لما بنلاقي حاجة يطلع بها خبر عشان يعني يكون هدفه بلبلة وإثارة الرأي العام على طول بنرد وبنحاول نرد وبنحاول إن إحنا نتعامل مع هذا الموضوع ولكن أيضا يبقى إن المواطن نفسه لازم يبقى واعي بهل هذه الأخبار فعلا منطقية هل هذا الكلام فعلا على الأرض بيحصل ولا لا طب وإيه الهدف منه أنا بقول هذا الموضوع لإن الموضوع حيفضل مستمر موضوع وارد جدا إنه حيفضل مستمر وحيزيد كمان كل ما حتبقى فيه هناك يعني شكل أو توجه إن هناك يعني إيجابية بتحصل وفيه إصلاحات بتحصل وفيه أثار إيجابية بتحصل حنواجه على الجانب الآخر إن محاولة إشاعة حالة من الإحباط والمناخ السلبي في هذا الشعب أنا حبيت إن أنا أوضح هذه النقاط لإنها كلها نقاط مهمة جدا ولازم يبقى المواطن شاعر بالوضع اللي إحنا فيه ولكن الأهم إن الحمد لله الإجراءات اللي الدولة المصرية ماشي فيها في ظل الظروف الغير مسبوقة اللي إحنا فيها كلها في الاتجاه الصحيح وبإذن الله القادم حيبقى أفضل بإذن الله للدولة المصرية اسمحوا لي إن إحنا نتلقي عدد من الأسئلة آه طيب خلاص تفضلي معلي دولة رئيس الوزراء لو حضرك تسمح لي يمكن في المؤتمر حضرك تكلمت عن كل ما يخص الشأن الداخلي فاسمح لي إسمح لي لنا أن يعني أنتقل لشأن آخر وهو تعليق حضرتك وتعليق الحكومة على التصرحات الأخيرة لأبي أحمد وبشأن السد الأسيوبي والانتهاء منه بنسبة 100% وإن هو لم يدر دول المصاب شكرا طيب خلينا نرد على هذا الموضوع موقف مصر من البداية اللي أعلنته مصر مصر ليست ضد التنمية في دول حض النيل بل على العكس نحن نرحب بأي مشروعات تنموية تحصل في دول أشققنا من دول حض النيل ولن نكون ضد أي تنمية في هذه الدول بما لا يؤثر بالسلم على الدولة المصرية وحقوق الدولة المصرية في نهر النيل نهر النيل بالنسبة لنا هو المصدر تقريبا الوحيد للمياه في دولة معتبرة ومعرفة في العالم من أكثر دول العالم جثافا من حيث موضوع سقوط الأمطار وبالتالي لم نكن أبدا معترضين على أي مشروعات ولكن كنا بنقول أن أي مشروعات تتعمل في دول حض النيل تبقى بالتعاون والتنصيق والتوافق مع بعضنا البعض وما زال هذا هو موقف مصر السابت حاولنا على مدار السنوات الماضية أن احنا مع أشقائنا سواء في السودان أو أثيوبيا نصل إلى اتفاق يقنن ويضمن للدول المصب اللي هي مصر والسودان ألا تتأثر بالسلب من مشروع سد النهض للأسف لم يتجاوب معنا الجانب الأثيوبي وبالتالي مصر أعلنت في مرحلة ما توقف طفاوت وتقدمنا لمجلس الأمن وأعلننا بكل الوضوح ونعلنه ونفضل نعلنه أن مصر ستكون حريصة على حماية حقوقها المائية بكل الوسائل الممكنة وبالتالي احنا كان طوال هذه المدة اللي كان بيتبني فيها السد احنا ما كناش وقفين احنا كنا ماشيين بالمصر الدبلوماسي ولكن في نفس الوقت كنا شغالين في عدد كبير جدا من المشروعات في مجال الراي في مجال الصرف الصحي ومعالجة المياه بحيث أن احنا لا نتأثر أو يبقى التأثير الضار من إنشاء الشد وملء السد يبقى بأقل قدر ممكن على الدولة المصرية في تأثير دار حصل آه في تأثير طبعا ولكن الحمد لله النهاردة مع كل الإجراءات اللي الدولة قامت بيها الحمد لله نقدر نقول إن النهاردة مخزون ومستوى المياه في بحرات السد العالي لم يتأثر محدش تأثر أو شعر أنه فيه نقص مياه ولكن ده كلفنا كثيرا جدا من المشروعات الضخمة اللي الدولة عملتها لكن مازال هناك التحدي مع موضوع التشغيل تشغيل السد إحنا تعدنا مرحلة البناء وملء السد لكن الأهم هو مرحلة التشغيل وهو ده اللي إحنا بنتكلم فيه المبدأ إن المبدأ ما ينفعش من دولة تنفذ مشروع لوحدها بعيدا عن إن يكون فيه توافق وبالتالي إحنا يعني بننظر إلى التصريحات اللي اتقالت هو قال إن سيد رئيس الوزراء الأثيوبي قال إن مصر لم تتضرر وإحنا أملينا وإن إحنا يعني مش هنقبل إن يحصل ضرر لمصر والسودان لاحقا وإن حنعوض مصر والسودان لو حصل أي ضرر في كميات المياه هذا كلام جيد محتاجين بدل ما يكون تصريح أن يوضع في سورة طالما أن هذه النية وهذا هو التوجه أن يوضع في سورة اتفاق تلتزم به الدول مع بعضها البعض مرة أخرى أنا بأكد في نهاية هذا الموضوع لسنا ضد التنمية في أي دولة أفريقية وعلى الأحرى وعلى الأخص دول حوض النيل بالعكس إحنا بنساعدهم بننفذ مشروعات معاهم تنموية إحنا أعلننا منذ أيام قليلة على مبادرة لتمويل ودعم مشروعات تنموية في دول الحوض النيل تحديدا عشان نساعدهم ولكن بما لا يجور أو يضر بمصالح مصر المائية وسيظل مصر لديها كل وأنا أأكد عليها مصر لن تفرط في حقوقها التاريخية في مياه النيل وحتكون قادرة إن شاء الله على حماية هذه الحقوق شكرا يا فندم حدقت شرط الكثير من المؤشرات الإيجابية في أداء الاقتصاد المصري كنا عايزين نبسط المواطن يا فندم المواطن البسيط كيف سيستفيد وكيف ستترجم تلك المؤشرات الإيجابية على حياة المواطن ويمكن دي فرصة إن أسأل عن موقف المرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية حياة كريمة وفي نفس الوقت برضو كنت عايزة أتصل حدق عن برنامج التروحات الحكومية يا فندم حذرتك وجهت باستمرار تنفيذ البرنامج هل تم تعديل البرنامج وهل مطروع على صندوق النقد أيضا تعديلات في هذا الموضوع شكرا وحضرتك سألت ثلاث أسئلة مختلفة إنما خليني حرد عليهم سريعا كيف سيستفيد المواطن بالتأكيد لما حيبدأ يحصل نوع من الاستقرار في الاستقرار المالي التضخم حيقل حتبدأ معدلات النمو تزيد الأهم لما يبدأ نسبة الدين وخدمة الدين تقل كل ده حيفتح لي أكتر من مجال أولا استقرار أسعار إن الدولة تزود نفقها على المشروعات اللي تهم المواطن المصري في خلال الفترة الجاية بصورة أكبر زي ما كنا بنعمل قبل هذه الأزمة وبالتالي حنلاقي إن فيه استقرار سعري واضح جدا للسلع حيكون هناك نمو متزيد وبالتالي خلق فرص عمل كبيرة للفترة الجاية إحنا عندنا تحدي مهم جدا يا جماعة إحنا دايما بنتكلم عليه ومهم إن إحنا كلنا نخبانا منه الحمد لله حتى هذه اللحظة نسب البطالة بتاعتنا في نسب مقبولة جدا وقليلة جدا يعني إحنا ستة ونص وبنطمح إنها كمان تنزل عن ستة في المية في الفترة الجاية طول ما الدولة قادرة على خلق فرص عمل لشبابها طول ما دا كله شيء جيد جدا ومحمود وبالتالي لازم نبقى عندنا الرؤية إن أحيانا الدولة لما كانت بتتدخل بمشروعات قومية كان مش فقط عشان أعمل المشروعات بس وهي نفسها مطلوبة ولكن كمان كانت عشان أخلق فرص عمل فإحنا عيننا النهاردة إن مش عايزين البطالة ترجع تاني لنسب عالية فهو دا التحدي اللي إحنا شغالين عليه فبالتالي اللي حيبقى كل ما حنقدر نصلح كل ما معناها فرص عمل أكتر نمو أكتر دخل أكتر للمواطن أسعار بتستقر وربنا يقدرنا إن بعضها كمان تنزل هو دا اللي يهم المواطن إحنا شعارين تماما بوطقة تدعيات الموضوع في الأسعار اللي بتزيد للمواطن وخلينا أقولها بمنتهى الأمانة لو ما كانتش الأسعار دي بتزيد كان حيبقى المواطن يعني ما عندوش أي شكوى من كل اللي بيحب بالعكس هو يعني المشروعات بتحصل طفرة بتحصل في البلد بلد شكلها بيتغير نموه بيحصل كل دا كان حيبقى بالنسبة له شيء محمود جدا بالتأكيد المشكلة الحقيقية مع الأزمة اللي حصلت والتضخم وارتفاع الأسعار بقى المواطن بيقول أنا مش قادر على التعامل مع هذا الموضوع كل تركزنا الدولة الفترة الجاية إزاي ننزل بهذه المؤشرات السلبية اللي كانت على كهل المواطن ونحقق الاستقرار في خلال الفترة الجاية المرحلة التانية من حياة كريمة إحنا بدأنا بالفعل في عدد من المشروعات الخاصة بالصرف الصحي تحديدا ومياه الشرب والانطلاقة الكبيرة للمرحلة التانية إن شاء الله اعتبرها من العام المالي القادم إحنا النهاردة بننهي كل مشروعات المرحلة الأولى بدأنا في عدد من مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي للمرحلة التانية ولكن انطلاقة الكبيرة هتبقى من العام المالي القادم آخر حاجة طروحات وده كان جزء من النقاش مع الصندوق إن هم بيتطمنوا هل الدولة المصرية هتلتزم وحتفضل مستمرة في برنامج الطروحات ده اللي أكدناه على حضراتكم وإن شاء الله يمكن مع السيد وزير الاستثمار وحضراتكم عارفين هو المشرف دلوقتي على الصندوق السيادي حيبقى في خلال إن شاء الله قبل آخر الشهر ده هنعلن عن البرنامج والشكل الجديد لبرنامج الطروحات في خلال الفترة القادمة بإذن الله الفترة اللي فاتت في مؤسسات دولية كتير مالية ويعني أشادت بالاقتصاد المصري وكان آخرهم صندوق النقد ووكالة فيتش اللي يعني عالت تصنيف مصر البيه ده كلها واشتراك كويسة للاقتصاد المصري هل الحكومة تتوقع في بدء المراجعة بتاعة صندوق النقد الدول لأنها توافق على تأجيل بعض المستهدفات اللي الحكومة طلبتها وحضرك يعني ده في ظل إن حضرك إديت خبر صر جدا للمواطنين إن ما فيش أعباء مالية على المواطنين الفترة اللي جاية فهل تتوقع إن الصندوق النقد هيوافق على تأجيل المستهدفات إحنا بالفعل نقشنا هذا الموضوع والسيدة مديرة الصندوق بنفسها أبد التفاهم شديد جدا لهذا الموضوع وكان هناك توجيه لفريق المراجعة إنه يناقش مع مصر إزاي إن إحنا ننفذ هذا الكلام مرة أخرى إحنا لما حطينا مستهدفاتنا معاه ومتم للتوافق عليها والالتزام بيها كانت في ظل ظروف النهاردة ستجد عليها حاجات ما كانتش موجودة ولا حد فينا كان يتوقع إنها تحصل اللي هي الأزمة اللي موجودة النهاردة في الإقليم وبالتالي ده اللي فعلا النهاردة جزء كبير جدا من النقاش مع بعثة الصندوق حاليا هو إزاي إن إحنا يعني نؤجل بعض المستهدفات اللي كانت موجودة علشان ما نمثلش أي ضغوط على المواطن في المرحلة القادمة بإذن الله فضل دولة رئيس الوزراء يعني رغم النظرة التفاقلية بالزيارة سيدة مديرة صندوق النقط الدولي لمصر والإشادة بالإصلاح الاقتصادي القوي بالفعل موجود على الأرض الواقع هناك بعض يعني الأحاديث عن ربما يكون هناك تعويم للعملة المحلية ما صحة هذا الخبر دولة رئيس الوزراء والله أنا رضيت لكن خليني أقول تاني يعني الصندوق نفسه ومؤسسة فيتش اللي هم الناس اللي بيعودوا يمسكوا نئاسف كل تفاصيل الاقتصاد بيقولوا مصر نجحت في تطبيق نظام سعر صرف مارين وبالتالي لن يكون هناك تعويم بمعنى كلمة التعويم الدولار هيبقى بيطلع وبينزل تبقى لمعطيات السوق فبيطلع وبينزل مش بيطلع 40% زي ما حصل لما عملنا تعويم وارد انه يطلع بنسب اللي هي العادية خالص وينزل تاني بالنسب دي دي تبقى لحركة السوق وده هيبقى هو الشكل اللي احنا شايفينه شكل صحي تماما تبقى للعرض والطلب فيما يخص العملة لانه اهم شيء ان يفضل كل المواطن والقطاع الخاص والشركات والناس اللي برا شايفين ان الدولة لا تتدخل وبالتالي حيكون هناك ثقة ان الامور ماشية بصورة جيدة هذا هو ما يتم تنفيذه على الارض انا بس بأكد لحضراتكم هذا الموضوع عشان نبقى عارفين وبالتالي ما نقلقش لما نلاقي ان الدولار كان بـ 48 وبقى بـ 49 وبعد كده رجع تاني نزل خلاص هو هيبقى بهذا الشكل احنا مش هنتدخل في هذا الموضوع فارجو يبقى كلنا لان انا عارف ان ده انطباع لدينا كلنا كتركيبة كمصريين وانا بقولها وعايز اقول لحضرتك دي كانت احد الملاحظات اللي يعني قالتها السيدة مديرة السندوق قالت يعني هو لفظ بالانجليزي قالت واضح ان عندكم موروث في الشخصية المصرية موضوع التعويم والتغيير وانتو يعني خلاص انتو تجاوزوا هذا الموضوع ولكن محتاجين ان الناس تبدأ هتبدأ تتعود على هذا الموضوع في خلال الفترة الجاي فانا بس بحابة بان انا اكد لحضرتكم هذا الموضوع لان دائما هذا هو السؤال التقليدي في كل النقاشات شكرا دولة الرئيس في خامة الرئيس في افتتاح المنتظر الحضري كانت تحدث عن انه احنا كدولة مصر بننشئ مدن زكية السيد وزير الاسكان امس اعلن ان احنا وصلنا لتقريبا 24 مدينة زكية منذ 2014 والمخطط الذي نعمل وفق الله هو يستهدف الوصول بهم ل38 مدينة زكية المواطن لا يعلم من اين تمول هذه المشروعات الضخمة اذا كنت على المستوى الشخص اعلم لكن احب ان اسمع من سيدتك والسيدة المواطنين من اين تمول هذه المشروعات الضخمة لان سيدتك تعلم انه نفيخ الكير يروجون لشائعات خاطئة وان احنا بنجيب كروض عشان نبني بها مدن وانا اعلم ان هذا الكلام لازل صحيح تماما ايضا كان في حديث كثير جدا بالامس عن ادخال الزكاء الاصطناعي في عمليات التنمية العمرانية وكان في حديث من قبل الدولة المصرية اننا بدأنا بالفعل في وزارة الاسكان نفكر ونسعى لإدخال الزكاء الاصطناعي في عمليات التخطيط العمراني وصولا بها حتى تنفيذ المشروعات وانهائها وتقديم الخدمات الحياتية للمواطنين كنا نود ان نسمع من سيدتك هل تسعى حكوماتكم الموكرة لإدخال لعمليات الزكاء الاصطناعي في كافة المجالات ام انها ستقتصر على التنمية العمرانية وفقت شكرا في طيب خلينا اتكلم على الجزء الاول كيف تمول المدن الجديدة مصر بديها انا مش حبالغ ومعليش يعني ده مجال تخصصي اذا كان حضراتكم عارفين ويمكن اذا كنت سمعته انا كنت قبل ما تولى منصب وبشرف بمنصب وزير الاسكان انا كنت بعمل في هذه المنظمة كمدير لكل الدول العربية مصر لديها انجح تجربة على مستوى العالم في انشاء المدن الجديدة لا يوجد دولة في العالم لديها هذه التجربة الناجحة ليه هل ده كان يعني رفاهية من مصر لا احنا مشكلتنا ان احنا عايشين على خمسة وستة في المية من الدولة نتخيل الخمسة وستة في المية دي من خمسين سنة كان عليها عشرين خمسة وعشرين واحد مليون واحد النهار ده عليها كم طيب لو ما كناش عملنا المدن الجديدة المية وسبعة مليون دول كانوا حيبقوا فين هقول لحرك كانوا حيكلوا اضعاف اضعاف الاراضي الزراعية اللي احنا بنكل منها كان كلها تتبني لم يكن هناك خيار للدولة المصرية غير انها تروح للصحرة وتبدأ تنمي عشان الزيادة السكانية تستوعب طب هو ايه اللي حصل لما الدولة مواردها مماكنت هاش انها تبني المدن الجديدة بسرعة كبيرة ايه اللي حصل في مصر العشوائيات مش ده اللي حصل بالزبط ولا النهار ده تكلفة اصلاحها اضعاف يبقى لما انا بقول بخطط النهاردة لمدن جديدة واجري ابنيها ده مش رفاهية ليه لاني لو معمدتش كده الشباب اللي كمان خمس سنين وعشر سنين مش حيلاقي اسكان مش حيلاقي بديلي روح يعيش فيه حيبني على الارض الزراعية وبالتالي المدن اللي احنا بنبنيها النهاردة وانا بقولها لحضراتكم مش لينا لولادنا زي المدن اللي احنا عايشين فيها النهاردة مدن زي ستة اكتوبر وزايد وقهرات جديدة والعاشر والسادات مش احنا اللي بنناها بنها الجيد اللي قبلنا واحنا اللي بقينا نستفيد منها النهاردة دي عملية التنمية العمرانية طب المدن دي بتتمول ازاي هناك هيئة اقتصادية اسمها هيئة المجتمعات العمرانية هيئة اقتصادية بعيدا عن وزنة الدولة بتنفذ هذه المشروعات زي اي مطور عقاري اللي بيعمله بتاخد ارض بدون نعتبر انها من غير قيمة انا عايز اقول لحضراتكم العسامة الادارية اللي احنا عليها لما بدأنا المشروع القيمة الاسمية لمتر الارض كان مي جني طب النهاردة حراكم قيمة المتر كام طب الفلوس دي كلها رايحة المين رايحة للدولة هو ده اللي احنا بنتكلم فيه احنا كل الفكرة اقدر انامي وطور وابني واوتيح اسكان لكل فئات المجتمع واعمل خدمات وحط مدارس وجامعات ومستشفيات وتنمية مخططة للمستقبل بدل ما يحصل عشوائيات وكل ده من غير محمل الدولة اي موارد واعباء ملايه هل الدولة النهاردة احنا كلنا طلعنا على حلم ان المفروض ان مساحة الرقعة المعمورة في مصر تبقى خمستاشر وعشرين في المية احنا النهاردة الحمد لله من الفين واربعتاشر كنا ستة سبعة في المية النهاردة بقينا اربعتاشر في المية يعني احنا ماشيين في التوجه اللي كلنا تعلمناه من واحنا في المدارس بنقرأ ان ما لا فيش حل المصر غير زيادة الرقعة المعمورة ومضاعفة المعمور ونتحرك وننمي وقناة السويس والسواحل والصحراء الغربية والصحراء الشرقية هو ده اللي الدولة المصرية النهاردة بتنفزه طب الكلام ده ليه تكلفة ليه تكلفة ولكن هل هناك بديل اخر للدولة المصرية بالتأكيد لا لكن الاهم ان هناك هيئة النهاردة بتنفز هذا الكلام وبالنسبة المشروع العاصمة الإدارية عملنا له شركة والنهاردة الحمد لله الشركة بقت بتحقق أرباح وبتدي جزء من دخلها بصورة ضرائب لوزارة المالية فالأمور الحمد لله من وجهة النظر الاقتصادية التجربة ماشية في هذا الجزء الآخر من السؤال الزكاء الاصطناعي هو مش هقول المستقبل ده أصبح الحاضر وإذا أي دولة النهاردة تخلفت في هذا الركب ستتأخر بصورة كبيرة جدا وبالتالي الزكاء الصناعي النهاردة تطبيقاته مش فقط في التنمية العمرانية في كل مناحي الحياة كل النهاردة الدولة المصرية بتشتغل على هذا الموضوع في مجال الصحة والتعليم وكل حاجة النهاردة بنتحرك في هذا المجال إن شاء الله ناخد سؤالين كمان منطقة الاقتصادية لقناة سويس كنت عايزة أعرف من حضرتك إزاي مشروع كمت للبيانات هيساهم في دعم الاقتصاد المصري وأنه هو يوفر وظائف جديدة هو طبعا العالم كله النهاردة التوجه لموضوع مراكز البيانات أو والنهاردة بقت الكينات العملاقة الكبيرة عايزة تنشئ هذه النوعية من مراكز البيانات على مستوى المناطق الجغرافية الاستراتيجية لأن ده مرتبط تاني بالزكاة ده اصطناعي وأن ثورة المعلومات وأن العالم كله بقى بيتكلم على الاتصادات وتكنولوجيا المعلومات مصر دولة محورية بموقعها الجغرافي وبيعدي على أرض مصر الغالبية العظمة من الكوابل اللي بتربط الشرق بالغرب والشمال بالجنوب وبالتالي النهاردة الموضوع مش فقط على قد امرار الكوابل ابتدى الموضوع يتطور أن يكون عندك مراكز بيانات الشركات العملاقة بتخزن فيها البيانات بتاعها وبتقدر أنها تعمل لها نقل لهذه البيانات على مستوى العالم كله النهاردة كمان التوجه جديد أنها تبقى مراكز خضراء يعني مراكز خضراء بتشتغل بطاقة كهرباء تبقى الطاقة الكهربائية دي كمان مولدة من طاقة جديدة ومتجددة فالنهاردة المشروع اللي حضرتك يعني مبارح شاهدنا توقيعه هو بيأتي في إطار توجه الدولة المصرية لإنشاء هذه النوعية من مراكز البيانات أذكر حضرتكم كان فيه احتفالية سابقة سيادة الرئيس افتتح واحد من هذه المراكز البيانات اللي تم إنشائها والنهاردة الدولة بتشجع قطاع الخاص وبالذات حتى سواء قطاع الخاص الخارجي والداخلي إنه ينفذ هذه النوعية من المشروعات لإنها بتخلق فرص عمل كتيرة جدا وبتأكد يعني إن مصر تبقى مركز إقليمي وعالمي في هذه النوعية من الصناعات الجديدة اللي العالم ابتدى يشهدها آخر سؤال ناخد حد من الورد فضل إبراهيم الطيب المصر اليوم اسمح إن أريد أن أرجع تاني لموضوع الشائعات اللي حضرتك نواهت إليه الدولة المصرية طول الوقت بتتعرض لحزمة كبيرة من الشائعات وخاصة إنه يبرز بشكل كبير جدا وقت التحديات ولكن اللافت للنظر كما حضرتك ذكرت إن الفترة الأخيرة كم كبير جدا من الشائعات وللأسف بعضها يتجاوز شكل الجانب الآخر نقول له الحكومة قالت ما فيه زيادة يقول لأ هيبقى فيه زيادة الحكومة قالت ما فيه شبيع يقول لأ هيبقى فيه بيع فالمحتاج أعرف أولا تفسير حضرتك هل ده نتاج أزمة ثقة ما بين المواطن وبين الشائعات أو ربما نتيجة تدافع كم كبير جدا من الشائعات خلال الفترة الأخيرة خاصة في ظل التحديات اللي بتقوم به هالدولة تفسير حضرتك ده لدائي وإزاي نقدر نتعاطى معاه بشكل إيجابي بحيث أن نحن نرد سريعا ونمنعه في البداية شكرا هو سؤال جيد وخلينا أقول لحضراتكم إذا كنت تابعت الإسبوع الماضي أنا كنت التقيت بمجموعة من الخبراء في المجال السياسي تحديدا وأذكر حضراتكم أنا قلت الكلام ده ويمكن كان عدد من الخبراء وأكيد حضراتكم شفتوا الخبر أننا نتقينا بعدد من المفكرين والحقيقة هؤلاء المفكرين يعني قامات مصرية موجودة على الساحة السياسية منذ أكثر من حول 30-40 سنة وكان الكلام اللي هم بيقولوه أن دائما كان هناك هذه الحالة من أزمة الثقة ما بين المواطن والدولة ودايما يثار هذه النوعية من الموضوع وهو شيء يعني مش موجود النهاردة بصورة يعني خاصة ولكن ده موجود على مدار فترات طويلة والأهم أن دائما هذا موجود في عرف كل الدول ولكن هو بيزيد إمتى دامات يعني لما بيبقى فيه أزمة اقتصادية وفيه أزمة يعني المواطن على الرغم خلينا نتكلم بمثالة مانية لأننا عارف وبالمس هذا الكلام وبتحرك في الشارع وبقف مع المواطنين وأسمحهم وكل الكلام ده كله مواطن يبقى عارف ومدرك إن فيه حجم هائل من التحديات حوالينا وكل حاجة لكن في الآخر لسان حاله اليومي وأكل عيشي وأنا هل أنا قادر إن أنا أدبر إحتياجات أسرتي الأساسية ولا لأ والأسعار زادت علي ومرتباتي ما زادتش بالصورة الكافية وبيبقى في الآخر مخنوق وبالتالي بيبقى في هذه المرحلة حيبقى عرضة لأي نوع من هذه النوعية من الأخبار السلبية وبالتالي حيبقى دائما لديه هذا الهاجس طيب الحل إيه؟ إن إحنا كل ما بنشتغل ونحل المشكلة الأساسية اللي أنا بتكلم عليها هي مشكلة التضخم ومشكلة الأزمة الاقتصادية اللي بيعاني منها المواطن البسيط كل ما حيبقى ده بيثبت ويزيد من استقرار الدولة وهو ده أهم شيء كلنا بنشتغل على إن الدولة دي تفضل مستقرة وثبتة وآمنة وإن شاء الله تفضل كده لأن يعني دايما ربنا يعني راعي هذه الدولة وبالذات في الظروف اللي أنتوا شايفينها كل إحنا حوالينا عاملة إزاي يعني تاني مش حعد أكرر هذا الكلام ولكن كل همنا الحفاظ على استقرار وثبات هذه الدولة الكلام ده كل ما الظروف الاقتصادية إن شاء الله بتتحسن كل ما المواطن بيشعر إن الضغط اللي عليه بيقل وبالتالي تبدأ ثقته في القاعة اللي موجودة وفي الكلام اللي بيتقاله بتزيد وبالتالي إحنا نعي تماما هذا كلام ووعين به وبنشتغل على هذا الموضوع لإن كل همنا زي ما بقول لحضراتكم ثبات واستقرار الدولة وده مش هيحصل غير باستقرار الوضع الداخلي وإن المواطن يبقى شاعر إن الأمور بتتحسن الأوضاع الخارجية مصر قادرة عليها الكلام ده سمعناه من سيادة الرئيس ودايما كان رسالته للمواطن إن احنا نحافظ على التماسك والاستقرار الداخلي اللي إن شاء الله كلنا بنشتغل عليه أنا بشكر حضراتكم وإلى لقاء إن شاء الله الإسبوع الجاي وإن شاء الله الإسبوع الجاي يعني أنا حستأذنكم وحيكون معي زميلي وأخي نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنائل عشان يعرض على حضراتكم بالتفصيل إيه اللي تم في ملف الصناعة وإيه الخطوات المهمة جدا اللي الدولة خدتها في إطار إن احنا كلنا بنتكلم إن الصناعة هي الشيء الأساسي ولا سبيل للمو الاقتصاد بصورة متسرعة إلا بزيادة نمو الصناعة وإن شاء الله حنعرض على حضراتكم وكل المواطنين اللي بيتم في هذا الملف المهم شكراً لحضراتكم